أهلاً وسهلاً بكم في قناة تعلم مع آدم وإيادة أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة في إطالة استعداد للفروض الثانية للدورة الأولى الفرد الثاني للدورة الأولى بالنسبة للسلك الإعدادي نشوفه نموذج من نماذج فرود مادة الاشتماعيات بالنسبة للفرد مادة الشمعيات هذا الفرد الثاني للدورة الأولى بالنسبة للأولى إعدادي إذن خدم الفرد ثاني دورة الأولى مادة الاشتماعيات بالنسبة للأولى إعدادي ونموذج على تلقاه على شكل بدء في صندوق الوصفة بالنسبة للشمعيات كتكون ثلاث مواضع إذن عندنا موضوع في التاريخ موضوع في الجغرافية وكذلك موضوع في التربية على المواطنة بالنسبة كيفاش كي تنزل الفرد دي المادة الاشتماعيات إذن كيكون عندكم واحد الموضوع مقالي إما يكون في التاريخ أو الجغرافية أو التربية على المواطنة وكيكون موضوع آخر اشتغال على الوثيقة موضوع الثالث كيكون على الأسئلة الموضوعية يعني بالنسبة يعني أتنزل لكم مثلا هنا موضوع مقالي في التاريخ هنا الموضوع الثاني في الجغرافية اشتغال بوثيقة أو بوثيقة وبالنسبة للموضوع الثالث في مجموعة للتعارف وكذلك أسئلة مباشرة يعني أسئلة موضوعية بالنسبة بدور الموضوع الأول اللي هو الموضوع المقالي في مكون التاريخ أول حاجة فسكم تعرفوا بها كيفاش كتكسب الموضوع المقالي لأن هذا ممكن جيبوا 7 نقاط جيلكم بطريقة سهلة إذن أول حاجة شنو أعطونا أعطونا وثيقة اللي فيها موقع بلاد الإغريق في حوض بحر أبيض متوسط والوثيقة الثانية أعطونا بعد مظاهر الحضارة الإغريقية في الميدان السياسي الرياضي الفكري إذن يتضح من خلال الوثيقتين أنه عايكل موضوع لبلاد الإغريق إذن اعتمادا على الوثيقتين أكتب موضوع المقالي إذن بالنسبة لموضوع المقالي يكون فيه موضوع يكون فيه مقدمة عرض خاتمة وبالنسبة عتقول لي رب حالي كنتكسبه في قاسم قاسم كتكسبه يعني المحور الأول ومبعد كترجع سطر بالنسبة لموضوع المقالي كتكسب موضوع واحد بحال عندك الإنشاء مقدمة أرجع السطر عرض عتكسب العرض كامل يعني ما تصابد من بعد من كتسالي رجع سترح خاسمة لما تقسب مقدمة عرض خاسمة حالك تقساب الإنشاء إذن بالنسبة أول حاجة في المقدمة كنت داو مسلا نضعنا على بلد الإغريق كنت داو يعني مقدمة بسيطة عن بلد الإغريق بعدها نطرح الأسئلة شو الأسئلة اللي كان طرحوا في المقدمة هاتش اللي عنجواب عليه في العرض إذن هاتش اللي عادتكم همن اللي كان طرحوا الأسئلة جينو في المقدمة نظام ديمقراطي ونظام الاسقاري إلى آخرين السئلة مقدمة كاملة تجلبها من مكان الذي أعطيكم في نص الموضوع إذاً لنصر ومقديركم سأتوجيسا وتسعى يجوا على السئلة التي تذهب لك فيهال الموضوع المقالي خاسمة تختم بها الموضوع كي نطوّج لكم، ننجدكم مثال لنظام أسئلة آخرين إذاً كتبوا الموضوع المقالي نرى بأنك تكتبوا في السئلة الموضوع المقالي إذن نرجع بالنسبة إذن دوم مقدمة كما تريد دوم مقدمة كنجيبوها من نص الموضوع تميزة حضارة بلاد الإغريق بسنوع مظاهر والاختلاف بين شعوبها ومع ذلك حاول نتشكيل دول قوية إذن نعم ندوم الأسئلة إذن الأسئلة كنترحون باش نجيبوها عنه فعل فإننا شأس هذه الحضارة وكيف تطورت وما هي بعده مظاهر الحضارة الإغريقية والفرق بين النظام الديمقراطي والنظام الأمستقراطي إذا طرحنا جميع الأسئلة لإعتواننا في نص الموضوع كرجع لسطرق نكتب العرض مباشرة كي بني موضوع واحد بشي نكتب مقدمة عرض خاتمة ومشو العرض نجربو فيها على جميع الأسئلة اللي طرحنا في المقدمة تقع الحضارة الإغريقية جنوب أوروبا على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وهي عبارة عن مجموعة الجزر يغلب عليها الطابع الجبلي في حين تحتل السهول حيزا ضيقا على جنبات السواحل نشأت بها الحضارة الإغريقية منذ القرن السادس قبل الميلاد وهي عبارة عن عدة مدن مستقلة ومتناحرة فيما بينها فيما بينها وأهمها ملينتين أتينا وسباطا إذن هنا جربنا أين تقع إذن الحضارة الإغريقية بل عمشو على كيفش شنو مراحل مرتبها الحضارة الإغريقية كيف تطورت وقد مرت الحضارة الإغريقية بثلاث مراحل ففي المرحلة الأولى عرفت حكم هوميروس واشتهرت بمحامتين الشعريتين الثاني تحكيان أهم أمجاد الإغريق وقيام الألعاب الأولمبية سنة 776 قبل الميلاد عرفت في نهايتها سيطرة الأسبارتية والأرسيقراطية أما في المرحلة الثانية حكمها بالإغريقس حيث عرفت الزهار آتين وظهور النظام الديمقراطي وبالنسبة للمرحلة الثالثة حكمها الإسكندر حيث تعرضت بلاد الإغريق للغزو الروماني خلال القنب الثاني قبل الميلاد إذن بقى نحن في العرب إذن نكمل بالنسبة للحكم الفرق ما بين الحكم الديمقراطي والأرسيقراطي أما بالنسبة للحكم طبقة إسبرتا لضم حكم أرسيقراطي جعل الحق السياسية في يد فئة قليلة تستمد سلطتها من ثوى تفوقها العسكري وقوتها المادية لتحكم فئة كثيرة محرومة من المشاركة السياسية وتشكل المجتمع الأسبارتي على شكل هرم تواجدا في قمة المواطنون الأسبارتيون تليهم فئة البيريك لهم الأحرار وفي أسفل المجتمع تواجد الميلوت لهم العبيد إما جعل إسبرتا تعرف نظام حكم أرسيقراطي تتحكم فيه أقل من المواطنين وتغيب فيه مشاركة الأغلبية فيما تبعت إذن هنا إذن هنا نزول وحدة حيث كسبناها جمارات إذن هنا بالنسبة هنا الحكم الأرسيقراطي فيما تتبعت أتينا نظاماً ديمقراطي أساسه المواطنة يخدم مصالح الأغلبية ويضمن المساوات أمام القانون يسمح هذا النظام لكل مواطني الأحرار بحق التصويت في حيث لا يسمح لغير المواطني بذلك كالعبيد والأجانب وتكون مجتمع الأتينا مواطني الأسيني الأحرار والمي تيك غير الأجانب والعبيد وهي فئات متفاوتة من حيث الحفظ السياسية والمدنية التي كانت مقتصرة على المواطنين الرجال فقط وقد عرفت أتينا بموجب إصلاحات بريليكس نظام حكم ديمقراطي يرتكز على الدستور وكانت المدينة تسير من طرف استراتيجيين حكام العشرة بمساعدات البولي والهيلي إذن هذا بالنسبة للعرض سلنا العرض الرجل يكسب الخاتمة انتهت حضارة الإغريق بتوحيد شعوبها وإدماجها مع حضارة فرص وحضارة مصريين على يد الإسكنداة الأكبر وإقامة الحضارة الهيليستية منذ نهاية القرن الرابع قبل الميلاد إذن هذا الموضوع أكسوس بالطريقة مقدمة عند خاسمة ويعني ممكن يكون عندكم خلتكم تكونوا مراجعين للدرس ديلكم ستجبه النقطة كاملة ديّكوم بجو الموضوع التالي الاشتغال بالوتائق في مكون الجغرافية أتمت تعبئة القطاطة بالعبارات المناسبة عندنا العوامل المسؤولة عن التحول مستمر لسطح الأرض إذن هنا العوامل المسؤولة عن التحول مستمر لسطح الأرض كيف يوجعها و Los Angeles لدي بعوامل الطبيعية إذن العوامل الطبيعية إذن بالنسبة العوامل الإشتات واستغلال المناجب باطنية هذو عوامل ستدخل فيه البشر إذن هنا لدينا العوامل البشر البشرية إذن عمشوا بالنسبة العوامل الداخلية وهنا لدينا العوامل ماذا؟ الخارجية إذن العوامل الخارجية إذن بالنسبة العوامل الخارجية كيفية تعريق تجوية وبالنسبة العوامل الداخلية كيفية الزلازل والبراكين إذن الزلازل إذن الز لازل والبراكن إذن الز لازل إذا كتب أول حاجة عندنا الز لازل وكان كذلك البراكن البر البرacaks إذن سلينا بالنسبة للسؤال الأول ننتقل إلى السؤال التالي أعرف المصطلح التالي عندنا التعليم وعندنا ماذا وعندنا الإشتاز إذن التعليم هي تفكيك نكتب مباشرة نتعرف هي تفكيك الصخور هي تفكيك إذن هي تفكيك التعريق هي تفكيك الصخور إذن هي تفكيك الصخور أو صخور الصخور وتربط سطح الأرض إذن مش كونوا بشكل يعني عام صخور وتربط الأرض صخور وتربط الأرض إلى ماذا؟ إلى إذن وتربط سطح الأرض إذن وتربط سطح الأرض وتربط سطح الأرض إلى ماذا؟ إذن سطح الأرض يعني هنا هذه الصخور الصغيرة تفكك وتمر عبر ثلاث مراحل وتمر عبر ثلاث مراحل وتمر عبر ثلاث مراحل هي إذن نشوفوا المراحل كيف هي النحت إذن النحت والنقل والترسيب والنقل والترسيب وشيعة شفوف علوم الحياة والأرض إذن هذا بالنسبة للتعريف الأول اللي هو التعريف هي تذكيك صخور وتربط سطح الأرض وتمر عبر ثلاث مراحل هي النحت والنقل والترسيب عمشوا الإشهيتات إذن هو إزالة إذن الإشهيتات ماذا؟ هو إزالة الغطاء النباتي وإزالة الغطاء النباتي هو إزالة الغطاء النباتي وإزالة الغطاء النباتي الطبيعي مثل أشجار إذن الطبيعي مثل مثل الأشجار مثل الأشجار والأحراش والسهوب والأحراش والأحراش والسهوب إذن بهدف ماذا؟ إذن هذا الإشهيتات إذن هذا من صنع البشر إذن فهي عوامل بشرية إذن والأحراش والسهوب من طرف الإنسان إذن من طرف من طرف الإنسان من طرف الإنسان إذن من طرف الإنسان هناك يدرب الطبي بالطبيعة من طرف الإنسان إذن أنتقلوا الموضوع التالي فيه التربية على المواطنة في أسئلة موضوعية في تعريف أو التعريف والمساوات إذن المساوات يتمتع بكافة حقوق الحرية دون التمييذ بسبب جنس أو الدين أو اللغة أو المستوى الاجتماعي إذن هي التمتع إذن كلوا عندوا الحق أنه يتمتع بجميع الحقوق هي التمتع هي التمتع بكافة الحقوق بكافة الحقوق بكافة الحقوق والحريات دون تمييز والحريات دون تمييز دون تمييز دون تمييز دون تمييز بسبب الجنس بسبب الجنس أو الدين أو اللغة أو المستوى الاجتماعي نعم إذن هذا بالنسبة للتعريف ماذا المساوز يتمتع بكافة الحقوق والحريات دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو اللغة أو المستوى الاجتماعي نعم أعم شول عدل بالنسبة للعدل هو الحكم بين الناس إذن هو الحكم بين الناس هو الحكم بين الناس هو الحكم بين الناس في مختلف القضايا في مختلف القضايا بالقسط والمساوات بالقسط والمساوات بالقسط والمساوات إذن هو الحكم بين الناس في مختلف القضايا بالقسط والمساوات والنزاها دون تحيز للطرف الآخر دون تحيز أو ميل للطرف آخر أو ميل لجهة أو طرف آخر إذن هذا التعريف ديال المساوات إذن هو الحكم بين الناس في مختلف القضايا بالقسط والمساوات والنزاها دون تحيز أو ميل لجهة أو طرف آخر إذن شطب سؤال ثاني شطب على العبارة التي لا تعتبر من المبادئ المرتبطة بمفهوم العدل إذن شطب على العبارة التي لا تنتمي إلى المبادئ المرتبطة بمفهوم العدل للقسط الاستقلالية التحيز النزاها التبعية إذن هنا أول حاجة بالنسبة لشوفنا هنا الحكم بين الناس بالقسط إذن كينا نزاها إذن استقلالية للعبارة التي لا تنتمي إلى العدل كينا التحيز وكذلك التبعية للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية إذن بهذا نكون سألين تصحيح لهذه النموذج نتمنى أن نكون في تكم شكرا وإلى اللقاء